أمرت نياب العمال الدولة بحبس مدير إحدى شركات القطاع الخاص بارتكابه جرائم توظيف سوري لمواطنين في الشركة وتزوير مستندات إلكترونية وتحرير عقود عمل سورية أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود علاقات عمل بين شركته وبعض المواطنين بغرض التحايل على نسب التوطين للحصول على المزايا والدعم المادي من البرامج المخصصة للمواطنين المعينين في القطاع الخاص والاستفادة من مزايا برامج نافس الأمر الذي يعد احتيالا للاستيلاء بغير حق على أموال الدولة وبمخالفة قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الجرائم والعقوبات والضوابط التي وضعها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وكان النائب العام للدولة قد تلقى بلاغا بالواقع من وزارة الموارد البشرية والتوطين فأمر بإجراء تحقيق عاجل وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تلك الجرائم في حق مدير الشركة لقيامه بتوظيف أكثر من أربعين مواطنا سوريا بمساعدة بعض العاملين لديه